اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الوقت عنده مميزة كتير حلوة هي الدكار الانتيريور وبره كمان الدكار يلي هو بيرجعنا على ايام شوي الرنسانس بسمه ووجوه هو اكتر مودرن في عنده اداء التفاصيل فينا نلاقي انه الكلاينت بيكون كتير مرتاح عنده رياحة بالنظافة بالسرفيس بالدكار بريحه نفسيا والامنتيز يلي هي موجودة بقلب الغرف يلي هي كمان بلاس له منقدر نعطي كتير اوبشنز مثل البيلو مانيو يلي هي قليل لأوتيلات عندونيها عندنا ساتلايت تيفي يلي هو بيجي بأداء التفاصيل بيقدر اي كلاينت يقدر يعرف كل المانيو الموجودة بقلب الأوتيل الفواتيره اي بي تيفي بيسموها يعني فيديو ان ديماند عندنا كل المواصفات المميزة لهالأوتيل اللي يعطي السرفيس نحن عم نشوف مشاهد للفيول اكتر من رائع نعم وكمان للأكل حكيتي مادة بدميان راح تتابع طبعا نشوفها الصور الحلوة حكيتي انه هو فاميلي بيزنس و بنفس الوقت هو فايف ستار فايف ستار اوتيل المميز كيف الواحد بيقدر يخلط هالشغلتين سوى لحتى يحس القصص برسوليز بقلب الأوتيل وهي دي مهمة يعني اللي بينزل عندكم بالأوتيل ما بيكون مجرد شخص قاطع هو ليس مجرد يعني البوتيك اوتيل هاي دي ميزة طبعا عندما تتخلط الواحد بينك وبين الكلاينت الكلاينت بحس حاله هو بقلب بيته بذات الوقت بالرفاهية اللي بيعطيها الفايف ستار اوتيل يعني انا بقدر فوت على اوتيل خمسين ستين او مئة او دا ما حدا يعرفني بينما نحن ويقاري تونتي روم وكل روم الى اطلالة على البحر ياك على بحر بيروت على منظر بيروت او على خليج روني كل شخص بيفوت عنده التكريم والاهتمام والسرفيس اللي بيوصل له بحس حاله هيز دا كينج يعني انا جاي عمحل بيعرفوني وبذات الوقت مني قاعد بمحل كمان عنا نحن بالاوتيل بقدر خبرك على الراستورانس اللي عنا اياها عنا تو راستورانس اندور بيسترو وبارتي اللي هي اكتر كافي بريك وهذا روفتوب عنا روفتوب كمان عنده ميزة كتير حلوة اتسان اوبن روفتوب في عنده بارت منه فانيو للحفلات الخاصة بنستقبل كل الحفلات الخاصة وبارت تاني على البول يلي كمان هو اوبن دورز مفتوح على كل العالم انا بعضهم الناس بقولهم انتعوا شوفوا منطقة جونية شو فيها منطقة المونتي كاسينو شو هو يجوا يشوفوا يقعدوا يشوفوا هالقعدة ياكلوا من الاكل ويعطونا رأيهم لانه نحن بالفعل عملنا هالشي هيدا يمكن بالوقت المش مناسب بلبنان بس نحنا ويتوك افيري بي جريسك وعننا ساقة بلبنان وكان عنا ساقة بمستقبل لبنان ان شاء الله يكون عاد هالفكر نحنا منقوله نحنا عم نشوف البول هيدا الاوتدور البول يلي كتير اخدت دجة والعالم تجي بس تاخد صورة وتقعد وتتفرج على هالخليج بتحس حالك بيروحوا العالم عموناكو ليتشوفوا هيدا المنظر وهو موجود عندك في لبنان سو انا بطلب من العالم يجوا يشوفوا عجق تصير بس معلي يجي يرتاحوا وياخد راحتوا يعني بلاس انو بدي اقول انو نحنا بلبنان صار عنا الانسايد توريزم اللبناني صار يحب كتير يعمل توريست بقلب بلده عنا كتير محلات حلوة نحنا بنستقبل كتير كلاينت من اللبنانية من برا بنستقبل من البلاد العربية صار عنا كتير كلاينتس لويل لقلنا بلاس انو عنا كتير عالم اللبنانية بحبوا يجوا يقضوا ويكند انيفرسري غير انو القتال يعني هو بوتيك قتال والمطرح يعني الموقع حلو كمان المنطقة اللي موجود فيها هي يعني جسر بيوصل بين شمال لبنان والعاصمة سبقتنا لانو كان بدي اقلك انو موقعوا بيخلط بين الاهل الشمال يلي نازلين على بيروت واهل بيروت اللي راحين على الشمال مشان هيك نحنا بنستقبل كتير فيوجيرية يلي بيتضمنوا شرك بالمنطقة بينزلوا كتير عنا العجقة لقلهم اخف والسرفيس قلهم يلي هو بيشوفوا باي قتال بمنطقة بيروت نحنا عنا كونفرنس روم كمان عم نستقبل كتير فارماسوتيكال كونفرنس هي حوالة تسعين شخص وإتس نيو كمان عم نكون كتير عنا استقطابة إلي يعني بقدر إليك انو بوتيك أوتيل كتير بكل طواته انو كتير حتينا قلبنا فيه حتينا كل جهدنا انو يكون بمستوى عالي بمستوى العالم تحس حالا انو هي بالبنان بعيد عن كل الحكي اللي بينحكي عنو لبنان يعني أخذنا الفايف ستار سو بيرير يلي هي نحنا نحنا نشوف حالنا فيه وبالنهاية يعني شو بدي أقلك نحنا لبنان نحنا نساعد أنه يصير أحسن ويتستقبل زوار من بره والصيفية شكلها حلوي نحنا بنقدر دون انو عنا حلوي وهذا اللي بقدر قوله يعني موتي كاسينو is the place to be على كل حال هالمبادرات وهالمشاريع هي تحدي لكل الواقع الصعب العيش والبلد وهي إيمان بها البلد بأنه هالبلد قادر ينهض وقدر بعد يستقطب ناس رغم كل أوقات الظروف السياسية الصعبة بس نحن نتأملين خير بها الصيفية على الكل مثل ما قلنا أنه الروفتوب وكمان البول هي مفتوحة قدام كل الناس بسيطة يكونوا نازلين بالقطال وهي دي أهمية أهمية كبيرة كمان عنا صار عنا بتحس كل الممثلين الستارز عم بحبوا يجوا على موتي كاسينو صار it's a place for the stars يعني آخر شي كان عنا جين منسن كان عنا برنار صوفاء قبل عنا كتير ستارز عاملين هلأ وليس بيقدر يشوفوا ويحبوا يجوا يشوفوا بفوتوا تريب أدويزر بيشوفوا it's a nine بيشوفوا بوكينج nine يعني عالم عم بتحب تجي لبناني بحب كمان بيجينا كتير اتصالات out of شو عندكم شو بتقدموا نحنا we are a family can we come أكيد نحنا we are a place for families for honeymooners for business it is a center between هو منطقة بين الشمال وبين بيروت يلي بيقدر واحد يشوف حاله فيه يعني بقدر هذا لخص كلمة عن منطقة كاسينو هي جول لمنطقة كسروان هو منطقة أحلى منطقة أحلى خليج أحلى إطلالة على best service حلو كثير حلو كثير حلو كثير حلو كثير حالبان أدعم تحكي بحب عن هالمشروع يلي بالنسبة لأقليك وإن كان هو يمكن مشروع تجاري مهم بس هو كمان مشروع أكيد حلمتوا فيه كعائلة ونفستوه وشفتوه قدامكم عم بتشاهوه كيف عم يكبر ويتطور وبعتقد أنه يعني هايدي مؤدمة هالسنتين للإشياء اللي نطرتنا ولمشروع جديدة بقلب هالمطرح أو بقلب مطارح تانية بتشبهه إن شاء الله يعني يعني يكون أحسن نحنا كان عنا أمل أنه لبنان يكون راية وهالتوريزم بترجع تنتعش المنطقة كانت كتير منتعشة من كذا فترة إن شاء الله نخلص من هالحقبة اللي بيسموها صعبة ويصير أحسن بس منطي كاسينو أنا بعزهم العالم بقلو نطعه وشوفه عدوا تسبحوا كلوا لوفرز هانيمونرز أنيفرساريز كم أنسي وعطونا رأيكم لأنه it is the place to be أكيد أكيد نحن نتمنى لكم صايفية حلوة بمونتكاستينو أهلا وصحلة فيك مدام بنيان وكل التوفير مرسي للأم تيفي كمان ولو أهلا وصحلة فيك نحن رح نتابع حلقتنا مباشرة بعد الفاصل رولا صفا وأنا مستقبل الأعلمية والكاتبة ري مانشم